اشتركوا في القناة في العراق يقول نحن دولة ديمقراطية تشبه أو لا حتى في النظم الفدرالية مثل ما يتحدثون يقولون العراق دولة فدرالية حتى في الدول التي فيها مجالس بلديات ومحافظات معينة للمدن مدن معينة لها مجالس إدارات وديرها حتى في كل هذه هناك مراكز معينة مؤسسات معينة تبقى بيد السلطة المركزية إذا كانت هناك سلطة مركزية حكومة مركزية وواحدة من هذه المؤسسات التي تبقى بيد الحكومة وتسيطر عليها لإعتبارات كثيرة هي المطارات وخاصة المطارات الدولية عندما يكون هناك طيران دولي يهبط ويطير من هذه المطارات إلى دول العالم أو يأتي من دول العالم إلى هذه المطارات فهذه كلها حتى راجعت الدستور حتى هذا الدستور الكسيح الذي في العراق الذي صدره 2005 أم أيضا يقول لك هذا طيب أنت تنظر هناك مطارات في أكثر من في أكثر من مدينة مطار البصر الموصل بن نجف ما عرف وين هذه المطارات موجودة وغيرها طيب هذه المطارات بأمرت من قالوا بأمرت سلطة الطيران المدني سلطة الطيران العامة طيب أو سلطة الطيران المدني مطار بغداد بسلطة الطيران المدني رغم أنها سلطة الطيران المدني لا أعرف إذا كانت تحكم المطارات أو لا بس بغض النظر ماشي طيب ومنذ سنوات منذ انشاء ما يسمى بمطار النجف هذا المطار انشئه تتح عام 2008 وفترة من الفترات كان هو المطار الوحيد اللي يشتغل الطائرات تنزل به والآن هو مطار دولي يعتبره رغم صغره لكن مطار دولي لكن دوما كانت تثار حوله الاسئلة الكبيرة وهذا المطار تبع من والذي يجعلني اتحدث في هذا الموضوع قبل ان نذهب بعيدين انه قرأت خبر يقول انه مجلس محافظة النجف يمكن صدر قبل يوم من ثلاثة الاسبوع الماضي يقول ان مجلس محافظة النجف اعفى مدير مطار النجف وعين بداله مدير مطار اخر ما علاقة مجلس محافظة النجف بتعيين مدير للمطار ما انتو إلى الفين وثلاثة عشر قبل سنة وبعد مشاكل كثيرة وطلع ابو سلطة الطيران قال احنا ما ندري اصلا واردات هذا المطار وين تروح صالها سنين واردات السنوية اكثر من سبعين مليار دينار سنويا ولم يصل دينار واحد الى سلطة يعني الى هذا رئيس سلطة الطيران المدني قال لم يصل دينار واحد من هذه الارادات الى الحكومة المحلية حتى الحكومة المحلية حكومة النجف يقصد حكومة الادارة المحلية من النجف وقال لا نعرف اين تذهب بيراداتها المطار ولمن من يأخذه وقبل عام من الان اعلن السلطة الطيران المدني ببيان رسمي بانها تسلمت وبأمر وبتوجيه من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني تسلمت مطار النجف وصار بامرتك طيب اذا كان مطار النجف بامر سلطة الطيران المدني مثل ما يقولون وقرار صدر بي ومن رئيس الوزراء المبجل والقائد العام قوة المسلحة وقائد كل شيء وقال انه هذا المطار يعود الى سلطة الطيران هم يصير يبقى سلطة الطيران المدني وهذا الصح وهذا الحقيقة ويجب ان هكذا يفعل انه هذه قضية الطيران وتوجيه وداخلي واجواء هذه الاجواء كلها في العراق مسؤولة عنه الحكومة الان اذا اي صواريخ تطلق من يجي نحاسب مجلس ادارة النجف هذه الصواريخ ليش مرت مفوقاكم من يجي نحاسب مجلس ادارة البصرة او مجلس ادارة كاركوك او مجلس ادارة الرمادية او بغداد ليش مرت هاي الصواريخ وليش هذا القصر نحاسب الحكومة الحكومة تسأل فاذا الاجواء هذه اللي طير بها هاي الطائرات هي مسؤولية الحكومة فبالتالي الارض التي تطير منها وتهبط اليها الطائرات هي مسؤولية الحكومة والمنشآت التي تقام لهذا الغرض هي مسؤولية الحكومة ما هي من تديرها فاذا كانت الحكومة لا تعين المدير مدير المطار ولا تعرف كيف يقال وكيف ي واني تروح الفلوس مالته وفلوس الواردات المطار فهذه كارتة كبيرة مطار دولي يقع شرق مدينة النجف وانشئ على قاعدة جوية عسكرية قديمة بلا فيون الثماني وفتتحها وبوقتها قالوا قالوا فساد هذا بالمطار وقضية الفساد في إنشاء هذا المطار خصصهم أموال يعني ملايين الدولارات وذهبة بالفساد وكروش معرف منه وبعدين في وقتها طلع رئيس سلطة الطيران في وقتها قال المطار مو بيعمركنا ليس له مرجعية ولا نعلم عاديته الله أكبر لذلك كنا نقول وما زلنا نقول أنه لا دولة في العراق لما ماكو قانون يحكمهم لما مطارات كاملة تصرف بها احنا مو ضد قبدا مو ضد السلطات المحلية السلطات المحلية لها صلاحيات معينة ويجب أن تستخدم هذه الصلاحيات وتعمل فيها أو إذا كانت المطارات ضمن سلطة مجالس المحافظات المجالس المحلية فهذا خطأ كبير جدا وعليهم أن يصحوا ويعيدوا وهم قالوا لا هذه بأمرت سلطة الطيران المدني إذا كانت بأمرت سلطة الطيران المدني ما يعني؟ يعني نزل الطيارة وصعد الطيارة بس وهذه ما لهم علاقة شون المطار يدار وشون الناس تدخل وشون السافر وشون تروح وشون تجي وشون تحجز شكل المطار وشون تطير الطائرة وشون تنزل هاي ما لهم علاقة بها وبالتالي تعين مدير مطار تبكيفك لأنه جزء من محاصصة جزء من صلاحيتك التي حصلت عليها بس صناديق يسمونه صناديق الديمقراطية مع الأسف الشديد هذا واحد يعني هذه صورة واحدة من صور الكالفة التي حلت بالعراق إذا كان مطار بهذا الحجيم وهذه الواردات ولا أحد يعرف أين تذهب هذه الواردات ولا أحد يعرف مرجعية هذا المطار ولا عائديته ومن يتصرف بأمواله ومن يتصرف بأمواله ومن يتصرف بأمواله ومن يتصرف بأمواله ومن يعين المديرة ومن يقي المديرة ولماذا لا أحد يسأل ورئيس سلطة الطيران المدني حتى يبرر نفسه يقول لا نعرف أين تذهب إرادات المطار ولمن ما هنا علاقة حتى جامل الحكومة المحلية قال حتى الإرادات للحكومة المحلية ما وصلت دينار واحد طيب ورعت الفلوس ليس ويتول هذا المطار ومن يديره ومنه أنطى الموافقات عليه ما هي الحكومة الحكومة المركزية هي اللطيطة الموافقات يعني كل محافظة تقرر سوي مطار عندها وخلص وماذا علاقة بالحكومة بالحكومة المركزية يعني تبلغهم أو الحكومة المركزية يشوف طائرات يأتي ويقول هاي من طارات يقولوا مطار محافظة ما عرف منه ليش بيها بيها مطار نعم بيها مطار سواء مطار هم عجبهم سواء مطار هكذا تجري الأمور لا يمكن للأمور أن تجري هذا وإذا جرت هكذا ويتجري هكذا الآن فنحن بلا دولة نحن في العراق مع الأسف الشديد بلا دولة يتحدثون لنا عن سيادة واتفاقيات مشتركة ومشاركة مع أمريكا ويذهب رئيس الوزراء بوفد ما ذل 130 141 ينزلون إلى واشنطن والتقون ببايدن ويسوون بهرجة وتطبيل واتفاقيات وشراكة واستثمار أي استثمار الاستثمار لا يأتي بالكلام صاركم 21 سنة ما تقدرون نجيون إلى استثمار لأنه البلد غير مستقر لأنه بلد تتحكم به الميليشيات لأنه الرشاوي والفساد والخراب هذا اللي يجي بالاستثمار عندما تقضي على الفساد عندما القانون هو الحاكم لا سلطة تعلو فوق سلطة القضاء والقانون لا كل وقت هيا الاستثمارات تجيك لكن عندما يكون القانون مطاط وبيد القوي فلا أحد يأتيك ولا استثمار في العراق والاستثمار الذي يأتي هو فاسد استثمار فاسد ومفسد وفيه مصالح وفيه رشا ولن يفعل شيئا والدليل ما حصل بالكهرباء واحد عشرين سنة ما زلتم تدفعون أكثر من دفعته أكثر من مئة مليار دولار والكهرباء غير موجودة والآن يعني أمريكا تشيد بقدرات العراق على تحسين الطاقة طاقة بعد واحد عشرين سنة ونصرف أكثر من مئة مليار دولار وتشيدون على من تضحكون على من تضحكون هذه المهزلة على من وبناء ومصائب وأراضي توزع بكيف كوم ومطارات تنشئ بكيف كوم وكيف الناس وكيف الميليشيات وقوة تتحكم ولا أحد يستطيع أن يوقفها ولا أحد يستطيع أن يقول لها كيف تفعلين ذلك مع الأسف الشديد وقد هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة